السلام عليكم في هذا التسجيل راح اشرح كيف مضادات الاكتئاب بتشتغل وخلال الشرح راح نعرف انه مرض الاكتئاب هو مرض عضوي قبل ان يكون نفسي اذا هو مرض عضوي قبل ان يكون مرض نفسي كمان بد اوضح شغلي انا مو طبيب كثير من الاشخاص بيحكوا لي دكتور او كذا انا مو طبيب انا شهادة جامعة ما معي ولكن هذه المعلومات ما بجيبها يعني باحث عليها يعني ومن خبرة وتجربة وكوني انا شخص فضولي بحب صار عندي شغلة شغف اذا خلينا ندخل في الموضوع ونعرف كيف مضادات الاكتئاب بتشتغل اذا انت من الاشخاص اللي بيعانوا من هذه الحالات او انك انت مر في قلم يريت انك تشوف الطبيب او انك تزور اقرب غرفة الطوارئ اوكي بسم الله هلا بدي اوضح شغلي انه انا راح استخدم اللون الاخضر اه هو بمثل الهرمون السريتونين اللي هو هرمون المعروف بهرمون السعادة كمان بدي احكي انه انا ما بدي ارجع لوراء واحكي عن الاشياء ايش فيه لوراء اللي هو مثل يعني في قطع مهمة موجودة بدماغي الانسان اسمها اميقلا اوكي ما بدي احكي عن هذا الشي ولا بدي احكي عن الفايف اتش تي اللي هو الاشياء اللي بتحول بدي ادخل في الموضوع بدي ادخل للمشكلة اللي بعانوا منها كثير من البشر ملايين البشر اوكي الاكتئاب الهلع اه الوسواس الاكتئاب الدرجة الاولى والوسطى والحاد اذا اه والدي برسونيلايزيشن اللي هو تبدو الشخصية اه كمان بدي احكي انه هذه المنطقة مهمة جدا هذه المنطقة اللي بتكون بين التنقلات العصبية المنطقة النصانية الوسطى منطقة مهمة جدا اوكي لانه هون مشكلتنا هون مشكلة الاشخاص اللي بيعانوا من هذه الحالات اوكي اذا هاي المنطقة الوسطى الوسطى او هذا الممر اسمه الساينابس ساينابس اوكي هلا بدي اه اشرح كيف الشخص الطبيعي بيفرز عنده هيرمون السريتوني وبعدين نشرح الدرجة الاولى اللي هي الدرجة الخفيفة اللي بعانوا من الاكتئاب والدرجة الوسطى وبعدين الدرجة الثالثة اللي هو سيفير دبريشن خرونك دبريشن اللي هو الاكتئاب الحاد هذي هون اللي هي المستقبلات اللي هي ريسوبترز هذي ريسوبترز اللي هي المستقبلات لانه لما المريض يستخدم مبادات الاكتئاب هو اه مثل الاس اس ار اي اللي هو مثل دواز زولافت بروزاك والاس ان ار اي اللي هو افكسر هلا هذي واحدة من التنقلات العصبية خلايا العصب اه لانه في كمان واحدة في كمان اه الاس النوربنفرين والدوبيمين بس احنا ما نحكي عن ايش الاساسي اللي هو السريتوني اوكي اللي هو اول طريقة بعالجك فيها الطبيب عن طريق الاس اس ار اي اللي هو بشتغل على تنقلات عصبية واحدة اللي هي السريتوني اذا هذه هي المستقبلات اعادة مثبتات هرمون السريتوني اذا خلينا ندخل في الموضوع هون هذه المنطقة محل ما بيفرز منها هرمون السريتوني الشخص الطبيعي بيفرز عندي هرمون السريتوني الهرمون السعادل بطريقة هذه بطريقة طبيعية جدا ما في اي مشكلة ما نعرف انه هرمون السريتوني بيصير اعادة التدوير كيف يعني بيطلع من هون بيدخل بيمر من هذا الممر وبيرجع على المنطقة هذه يعني برجع بعيد السريتوني هرمون السريتوني لما بدي يفرز بيصير اعادة التدوير زي بيطلع من هذه المنطقة بيمر في هذا الممر وبيرجع لهون هلا الشخص الطبيعي بيكون بطريقة هذه هرمون السريتوني بيكون موجود بكمية كافية وبطريقة طبيعية بيكون سهل جدا على المستقبلات انها تمتص الهرمون لحتى الشخص يكون بحالة طبيعية طيب هذي هون زي ما حكينا الشخص الطبيعي طيب هلا خلينا ندخل في موضوع الشخص اللي بيعاني من درجة الاولى او الدرجة الثانية اللي بصير كالتالي هلا بالنسبة للدرجة الاولى او الدرجة الوسطى من الاشخاص اللي بيعانوا من الدرجة الاولى او الوسطى الاكتياب او الهلع بيفرز الهرمون السريتوني عندهم بطريقة هذه بطريقة مختلفة انه بكمية اقل يعني لاحظنا الشخص الطبيعي فرز عنده كان يفرز عنده هرمون السريتوني بطريقة طبيعية وبصير اعادة التدوير اللي هو زي الريسايكلين بيطلع الهرمون من المنطقة هذه بيمر من الممر وبعدين بيرجع لمكانه بس ها اذا بتلاحظوا انه كمية هرمون السريتوني غير كافية لحتى الريسابترز او المستقبلات يمتصن هرمون السريتوني نسبة قليلة جدا وبعيدة وما بيلحق الريسابترز والمستقبلات ما بيلحق يمتصن هرمون السريتوني هرمون السريتوني بيكون راجع في المنطقة هذه اذا المشكلة هو ما في هرمون السريتوني ما في هرمون السعادة بكمية كافية لحتى يكون في هاذ المنطقة ويسمح للمستقبلات الريسابترز يمتصن الهرمون فعا بتكون كمية قليلة وكمان ما بتستقر في هاذ المنطقة بيرجع على المنطقة هذه طيب في هاي الحالة في هاي الحالة اللي بيصير انه الطبيب بيعطيك مضادات الاكتياب مثل بروزاك افكسر ريمارون زولفت لحتى يعمل الطريقة هذه اللي بيصير كالتالي هذا هو هدف الهدف الوحيد اللي من مضادات الاكتياب انها هاي مثلا هون الدواء هذه مضادات الاكتياب بيعطوا المضادات الاكتياب للمريض لحتى مضادات الاكتياب تسكر هاي المنطقة هذه مضادات الاكتياب سكرت المنطقة هذه إذا شو صار عندنا صار عندنا إنه السريتونين هيرمون السعادة لما يفرز بالطريقة هذه لما يفرز ما في مجال يرجع بيضطر هيرمون السريتونين يتكوم أو يكون في المنطقة هذه المنطقة السينابس المنطقة الممر هذا عشان لما كل ما يفرز ما يرجع يظل هون يتكون بكمية كبيرة لحتى الريسابترز أو المستقبلات يستقبل هيرمون السريتونين بطريقة طبيعية بعد هيك شو بصير طبعا الطبيب يعطيك جرعة صغيرة إيش أكيد وبعدها يعطيك جرعة الصباح أو حب المساء مثلا خلني حكي عيال خمسين الصباح عيال خمسين المساء دائما أبدا بيبدأ بعيال قليل لما يروح مفعول الدواء بتفتح هذه المنطقة لما تفتح هذه المنطقة هيرمون السريتونين بيرجع بعيد هذه المنطقة فيها الهيرمون السريتونين بقل بيرجع المريض بيأخذ كمان الجرعة الثانية اللي هي مثلا تكون بالليل عشان يعرف يرتاح ويعرف ينام بيرجع بيسكر هذه المنطقة بترجع بيسكر هذه المنطقة عشان هيرمون السريتونين يتكون في المنطقة هذه عشان المستقبلات تمتص هيرمون السريتونين ويصير إنسان طبيعي بعد ما يصحى من النوم نفس الشي نفس الموال بترجح هذه بتفتح بس يروح مفعول الدواء وبيرجع هيرمون السريتونين بكمية أقل لأن هاي المنطقة فتحت زي القناة افتح وسكر افتح وسكر فعاد بيرجع هيرمون السريتونين بيرجع في المنطقة هذه وهاي المنطقة بتقل بيرجع المريض بأخذ حبة الدواء طيب ممكن واحد يحكي مدام إنه هاي المشكلة مدام إنه مشكلتنا بهيرمون السريتون تكوين أو عفوا تجميع هيرمون السريتونين في هاي المنطقة مدام إنه المشكلة بالفتحة هذه طب خلص ليش إحنا ما نسكر هاي ذا المنطقة ليش ما نسكرها نهائيا ويتكوين عندنا هيرمون السريتونين بكمية كبيرة هذا هيرمون السعادة معروف بهيرمون السعادة ليش ما نسكر هاي ذا أكيد يعني أنا بعد ما شرحت أكيد واحد رح يحكي طب خلص ليش هاي نفتحها نرجع نفتحها نتركها مسكرة أوكي عشان يتكوين عندنا هيرمون السعادة بكمية كبيرة هنا والريسبتات المستقبلات يسحب هيرمون السعادة بالكمية اللي بدها إياها ونكون أشخاص سعاداء ممكن واحد يفكر بالطريقة هذي ولكن العلم للأبحاث العلمية والطبية هم مؤغبية أوكي في الحالة هذي هنا صار غلط ليش لأنه إذا تكوّم إذا هاي المنطقة ظلت مسكرة وتكوّم عندك هيرمون السريتونين بكمية كبيرة زي ما أنتوا شايفين بيتحول لحالة مرضية ثانية اسمها عفوا اسمها سريتونين سندروم سريتونين سندروم هذي حالة مرضية مختلفة حالة مرضية ثانية مختلفة أوكي بس بيتكون بنفس المشكلة يعني شوف سبحان الله بيعالجوا المريض لأنه بيكون عنده هيرمون السريتونين كمية قليلة وبيرجعوا بيعالجوا المريض لأنه بيكون عنده كمية كبيرة يعني زي ما قلنا لأنه زي لما أنت تشرب مي أكثر من حاجتك أكيد راح تتعب نفسك وممكن أنك أنت ما تتحمل هي نفس الشي الإنسان بحاجة لهيرمون السريتونين بالدرجة المطلوبة لا زيادة ولا نقصان طيب ليش هنا بتحول لحالة مرضية إذا هاي المنطقة ظلت بسكرة وتكوم عندنا هيرمون السريتونين بكمية كبيرة ليش بتحول لمرض ثاني اللي هو سريتونين سايندروم أوكي لأنه بيصير الشخص ما يعرف أميك يرتاح ما بيارف أميت لازم أنه وقت الجلوس وقت النوم وقت أنه لازم خلاص يقعد لازم ترتاح لأنه الجسم هو عبارة إحنا العقل عبارة عن مسجات بيبعث مسج صار لازم ترتاح صار لازم تتغدى صار لازم تأكل صار لازم تشرب مي صار لازم تنام هي عبارة عن مسجات لما هاي المسجات تبعث وكننا عندنا كمية كثيرة من هيرمون السريتونين بيصير الإنسان قريب من فرط الحركة بيصير الإنسان اللي عنده زي فرط الحركة بيتحرك كثير كمان ممكن يتغيي السلوكيات وبصير يحكي كثير وممكن إنه ما يعرف شو بيحكي أوكي إذن هذه المنطقة بتتحول لمرض ثاني بالحالة هذه وهذه حصلت مع بنت بعرفة كانت بتعاني من هاي الحالة كوني شاركت كثير من القروبات الأشخاص اللي بعانوا من الاكتئاب وكيف تتعالجوا في بنت كانت تعاني من هاي الحالة تعالجت عن طريق مضادات الاكتئاب بس هي برضو عرفت شو المشكلة وحلت المشكلة من شروشة يعني كانت مشكلتها هي البيئة اللي هي عايشة فيها وفي إشي كان بحياتها عامل لها عائق هو اللي مخليها بحالة اكتئاب حلت هاي المشكلة بس ظلت على مضادات الاكتئاب وعلى جرعة عالية شو صار عندها عندها كمية الهرمون السريتونين كمية كبيرة راحت عالطبيب حكت له يا دكتور أنا مو قادر أتحمل بتحرك كثير بحكي كثير ما بنامش يعني عندي هون صار عندها السريتونين هاي الحالة المرضية بتتعالج اللي هو بس مجرد أن يخف يتعايي خفف من مضادات الاكتئاب لحتى هاي المنطقة تفتح لحتى يخف الهرمون السريتونين في هاي المنطقة وتكون طبيعية ضيب هلا لا خليني أشرح الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب الحالة كيف بتكون هاي المنطقة كيف بتكون هون هاي المنطقة كيف بتكون راح أفل هلا ما نشرح الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب الحاد كيف بتكون هاي المنطقة اوكي هلا راح نشرح كيف الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب الحاد اللي هو كيف بتكون هاي المنطقة بتكون متقشفة ما في اي نوع ما في ولا حتى نقطة من هرمون السريتونين شو بصير بهاي الحالة الريسابتر ذو المستقبلات عم بتحاول تمتصل الهرمون بس ما في اشي هون ما في اشي المنطقة هذه فاضية ما في هرمون اللي يمتصل حتى المريض يكون بحالة نفسية جيدة في هاي الحالة الحالة الحادة المريض بيكون بحالة كثير مؤلمة كثير مؤلمة بيكون شخص غير قادر على قيام باي شي ما بيقدر حتى يجيب كاسة مي ما بيقدر يعمل من اتفى الاشياء طب هاي الحالة ايش اللي بيصير لما يكون الشخص يمر في حالة الابتئاب الحاد هاي ذا المنطقة متقشفة جراي ناشفة ما في اشي للمستقبلات تمتصة يعني كيف لما انت السيارة تكون فاضي بنزين وتدعس على دعسة البنزين بس ما في بنزين ليشفو ليصحب هي نفس الشي هاي المنطقة فاضية السريتون عفوا المستقبلات ما في اشي تمتص تمتص بالهوى طب في هاي الحالة شو بيصير بيكون في داخل بحالة مرضية عضوية نفسية حادة ومن اعراض في هاي الحالة لما يكون المريض الوضع عنده هون متقشف بيصير عنده اول من اول الافكار اللي بتيجيه اللي هو والعياذ بالله افكار في الانتحار عفوا خطي مو كثير طيب ممكن واحد يحكي طب ليش ليش لحتى مريض اكتياب الحاد يتوصل فيه لهذه المرحلة انا ليش بحب اوضح هذا الشي لحتى تكون امور سهلة للمريض لانه المشكلة بالمريض ما بيعرف عن هذا الشي بيفكر انه هو انسان سيء او بيفكر انه انسان المشكلة فيه انه سأصبح شخص بلقيم لا هذا مرض عضوي يعني كيف يعني لما الانسان يفلوس ترفع من اعراض الفلونزا هو ارتفاع درجة الحرارة مزبوط طيب من اعراض انخفاض السكري ممكن المريض السكري اذا انخفض عنده السكر ممكن يدوخ يصير عنده تعرق طيب لما الشخص يكون لاشخاص عندهم مشكلة بالكلة بيخسلوا كلة اذا لانه لانه مشكلة وهذه نفس الشي من اعراض مرض اكتئاب الحاد هو افكار في الانتحار بس احنا بعد ما خلص نرجع هون من نزل خط سهم و من اكتب في شغلتين المنتحر و افكار في الانتحار في فرق بين اتهم فرق كبير فرق شاسع اي نعم اللي هو السواصايدل والسواصايدل ابتسموا احيانا بالافلام الامريكية او الاغاني بيحكو لك ام نارا السواصايدل انا شخص غير منتحر لانه لما يكون في درجة حادة هو هو شخص غير منتحر هو شخص ما بتقدم على الانتحار هو شخص تعبان لانه من اعراض الاكتئاب الحاد افكار في الانتحار بيصير انه الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب الحاد زي ما حكينا بتكون منطقة جافة بيصير عنده افكار في الانتحار المشكلة انه الشخص كمان بيتعب بيزيد تعبه بيزيد حالة النفسية من مجرد الافكار في الانتحار واحد ممكن يحكي طب ليش تتفكر يجيك افكار في الانتحار خلي افكار افكار كبير ما اختلفنا بس احنا حكينا انه من اعراض الفلوونزا ارتفاع درجة الحرارة من اعراض السكري اللي هو ممكن الشخص يدوخ ممكن انه يصير عنده حالة تعرق ومن اعراض الفشل الكلا ممكن يصير انه يخسل كلا وهذه نفس الشيء من اعراض تقشف هذه المنطقة لانه ما في ما في اي كمية من هرمون السريتون من اعراض هه هو الافكار في الانتحار كثير بس الاشخاص كيف اعرف مثلا اذا الشخص يعاني من درجة حادة جماعة الدرجة الحادة مو سهل تحكي عنها مو سهل اي حدا يحكي ولا حتى الطبيب تعرف الطبيب 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 اللي بيكون عنده خبرة خمسين سنة مو من السهل انه يشرح لك الالم اللي بيكون موجود عند الشخص اللي بيعاني من درجة الحادة كثير من الاشخاص اللي بيحكوا انا تعبان انا بدي اتعالج بسألهم اول سؤال بسألهم شو الافكار تيجيك بيجيك افكار في الانتحار واحد بيحكي اجكني بين فترة وفترة اوكي خلنا احكي لكم شغلة الدرجة الحادة افكار في الانتحار ممكن انها على مدار الساعة اوكي لانه عملية هون هاي منطقة ما في ما في اشي من المستقبلات المتص وبعدين حكينا انه في نزلنا هون سهم في المنتحر وفي افكار في الانتحار فرق كبير بتسمعوا اذا ما بتعرف بالافلام الاجنبية او الاغاني الاجنبية بيحكوا ام نارا سووصايدل يعني انا شخص مو من الشخص المنتحر انا ام نارا سووصايدل انا شخص اه منتحر غير منتحر لكن في فرق بين انه ييجي افكار اللي بفرق انه هذا الشخص ممكن يلجأ ممكن يخطط انه يقتل نفسه لكن الافكار هو بيكون انسان ما بيكون انسان عنده امل في الحياة بيكون عنده ايمان كبير في الحياة يعني بيكون يحكي طب انا يعني ايماني بالله كبير طب ليش هاي الافكار بتيجيني وهو لانه الاطباء ما بيحكوا الاطباء بياخذوا هذا يعني بدوا ست سبعة سنين عشان يعطوك الاس عشان دخل في هاي المنطقة اوكي اذا لازم المريض يعرف انه هاي الافكار مو منك هاي الافكار مو لانك انت شخص سيء هاي الافكار لانه هاي المنطقة متقشفة ما في اي نوع من الهرمون لحتى يطلع في هاي المنطقة في هاي الحالة شو بيصير طبعا في هاي الحالة المريض لازم يتحمل لازم يصبر على انه يبدأ العلاج باسرع وقت عشان يك الطباء بيحكو لك المريض لازم يجعل انا من اول ما يحس باي نوع او شعور من هاي الحالة لحتى نقدر نعالجه بطريقة سريعة لانه اذا دخل بالمنطقة الحادة اذا كان الدرجة العلاج في الدرجة الاولى تاخذ شهر الدرجة الثانية ممكن تاخذ ستة شهر الدرجة الحادة ممكن تاخذ ستة سبعة ثمان اشهر وبداية العلاج بتكون مؤلمة اكثر يعني كيف اللي بيزرع سنان بيختلف عن البحش بيعمل حشوة لانه الالم بيختلف طب شو بصير في هاي الحالة في هاي الحالة ما في مجال في هاي الحالة على طول بيبحث بيروح على اقرب حالة طوارئ لحتى يعطوه نوع من الادوين المهدية لحتى يتواصل مع الطبيب الخاص لما حكينا لازم تتواصل مع المهديكال داكتر اوكي الطبيب اللي دار سبعة ثمان سنين اللي مع الرخصة اللي يعطيك وصف الدواء اوكي في هاي الحالة هو رح يعطيك مهدية رح يعطيك مهدية العصاب احتمال كبير يعطيك مهدية العصاب لانك انت شخص مار في درجة حادة بيعطيك مهدية العصاب وبيعطيك مضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب عشان تشتغل ذا مشارحنا هنا عشان تعمل تسكر في هاي المنطقة وعشان الشخص مهدية العصاب عشان يتحمل كبداية ما في اي مشكلة انه حسب تحمل الشخص في اشخاص بتحمل ويتعالج عن طريق مضادات الاكتئاب من دون مهدية العصاب مثل زانكس طبعا هون شو بصير بصير شوية شوية هرمون السريتون مع العلاج مع الاجراءات او خلينا نحكي النصائح اللي بيحكيها الطبيب للمريض بيشوي بيفرز كمية قليلة جدا من هرمون السريتون بس ما راح يرجع لهاي المنطقة لانه الدواء راح يكون مسكر في هاي المنطقة اذا المستقبلات رايحات يلاقن كمية ولو قليلة لحتى يمتص هرمون السريتون وعشان الشخص يرجع طبيعي خلينا وضح شغلة في بداية العلاج راح تكون بداية صعبة شوية ما في داعي للخوب ما في داعي للتوتر لازم تتحمل بداية العلاج اللي بيصير كالتالي ليش انا راح اشرح لكم اياها ليش الشخص ممكن انه يتألم في بداية العلاج شفتوا كيف مرض الاكتئاب دخل في الانسان واثر عليه وهذا المريض حسب ألم وهو المرض عم بيدخل نفس الشيء المرض لما يطلع منك المرض لما يطلع هاي الحالة هاي الحالة المرضية المرض لما بده يطلع من جسمك وهو يطلع راح يجرح راح يعيق شوية اذا ما في داعي لكثير من اشخاص بيستسلموا من العلاج بيستسلموا كتير من العلاج للأسف انت بدك تحصل على حياة أفضل بدك انت تغامر بدك بدك تكون شخص تتحمل قوي وخلي دايما انك تتواصل مع الطبيب وخليك صريح مع الطبيب رجاء الخاص لما تدخلوا عند الأطباء لا تدخلوا عند الأطباء وكأنك فيتين على على إمبراطور اسألوا خليك أشخاص فضوليين خليك شخص فضولي اعرف شو الدول بدك تعرفه اعرف الدول اللي بدك تأخذه على أي نوع من الهرمونات بيشتغل الطبيب ما رح يشرح لك هذا الحكي ولا حدا رح يشرح لك الحكي الأسباب كثيرة السببب الأول ما عند وقت يشرح لك والسبب الثاني بيحكي لك انا تتعالج من واجبك انك تتعالج وظيفتك احنا شوف خلاحكي لك شغلة طول ما انت تتنفس طول ما انه في يوم افضل اوكي اذا الطبيب من واجبه يعالجك وانت من واجبك تروح تشوف الطبيب خليك اصار اكون مع الطبيب صريح عشان يعرف الشخص حالتك كمان لانه بد احكي لك شغلة الطبيب راح يروح البيت كل شخص بدي عالجك راح يروح البيت بالنهاية انت اللي بدك تتألم اذا ما حدا راح يكون فوق رأسك 24 ساعة اذا لازم تكون طبيب نفسك ادرس مرضك لحتى تتعالج منه اوكي اه طبعا بعد هيك بتقدر تشوف المرشدة النفسي لحتى تعرف شو الاشياء اللي بتعيقك لانه احيانا اشياء موجودة بالحياة هي اللي ممكن تخلي تعطي افكار سلبية اللي بتعيق افراز هرمون السريتونين قبل ما اني هذا الفيديو انا غير مسؤول عن اي كلمة بحكيها انا ما اعطيتك ان هذا المواضيع يعني من شغف من تجربة من معرفة من شاركة كثير عادي من القروبات بعرف اشخاص درسوا هذا المنهج يعني ما اجيت بيوم وليلة وعطيتك هاي المعلومات هاي المعلومات بعرفة من سبعة سنين عدا عن ذلك التسجيل الجاية ان شاء الله رح نحكي عن موضوع الاميقلا اللي هو القطعة مهمة جدا في الاتماغ الانسان تتعلق بالخوف والتوتر والتردد والشياء كثيرة اذا بالنهاية اشي بيرجع اليك دائما وابدا خلي استشارة الطبيب من الجاية انك تعرف هذا الشي وتعرف ايش هي المشكلة لحتى ما تلوم نفسك كثير لازم تعرف انه في خلل موجود بافراز هرمون السيريتونين هو الخلل مو منك انت كشخص الخلله بافراز هرمون السيريتونين زي ما حكينا لازم تعرف تدرس مرضك لحتى تطلع من هاي الحالة المؤلمة بصراحة هذا المرض لازم نحكي عنه بقدر الاستطاع او باكد ما نقدر لانه هذا المرض بيختلف عن الامراض الاخرى مرض فتاك العين وخصوصا الدرجة الحادة بالنهاية بالنهاية العلاج موجود تداوية عبادي فانه الكل دائن دوائل الهرم الامر موجود والعلاج موجود هي الشغلة بس بدها صبر ويعطيكم العافية